موسيقى خيام وجمهور غفير هنا بالجماعة القروية القصيبية الحدث موسم سيد عباد نواحي سيد اسليمان هو أحد المواسم القديمة التي تحتضنها المنطقة نشاطها المحوري هو الفروسية أو التبوريدة ارتباط الساكنة هنا بالفروسية باد من توفدهم الكبير وشغفهم بمتابعة كل تفاصيل الموسم وكما سمعنا هنا للفروسية قواعد انضباط محترمة مع الجميع ولا أي واحد من الناس اللي هم يتعطوا لهذه الرماية أو ركوب الخير أن يكون طايع الواحد السيد محترف قبل منه في الحرفة يكون الشيخ دياله والشيخ يجري بها العمل في أي ميدان من الجره يعلم التلميذ لكي يكون ماهر يعني راح الشيخ دياله هو النجار القديم الحدد وكذلك الهيكال هذه المنظومة اللي كترتكز عليها التبوريدة يخصيكون فيها قائد أو مقدم يعني ديال الصربة المقدم يعني العلم وهذا العلم يجب على الفرسان الذين يرافقوه يعني في المحرك اللي هو المضمار يخصيكون يعني امتتال امتتال أو مير ديالو هناك طاعة زي الفارس له قدسيته ضمن هذه الطقوس كل فرقة لها زيها الموحد وكأنها كتيبة عسكرية تحيل بزيها وخناجرها إلى حقبة سحيقة من الزمن وإن خيلي كذلك زيه كمكون أساسي من التبوريدة كان الصناح كيستن عادة لبس المحمدولة موجود نتوفر في كل بلاسة في كل مدن موجود لبس جلابة والسلهام والرزة والتمق واللبس التقليدي من نسبة لبسة ديالفرس قد طلبوا ترشيح السقاط اللي هو السنح بصيفة عامة السطارة الجام الفاس القرادة اللبس التقليدي للفرس المهم للفرس اللبس التقليدي له هو السنح الترشيح السنح تتعني بصفة عامة كل شي تجانس في كل قوعتين كل قوعتين في الزينة ديال الفرس وفي تزيين الفرس يعني هناك زي موحد هناك لبس موحد هناك طقوس يجب أن تحترم وهذا الشي يخلينا أننا نشوفوا المجهودات اللي كيقوموا بها الصناع التقليديون والحيرفيون اللي كيخليونا أننا نشوفوا الفرس في أبهى حلة للأطفال نصيب من مشاركة هنا تظهر جليا العناية التي يوليها الفرسان لصغار السن من أجل ترقينهم قواعد الفروسية فيما يراقب الكبار العملية باهتمام بالنسبة لهم أتبوريدة جزء من الهوية لا تنازل عنه وتمريرها عبر الأجيال واجب الخير خليهم لنا جدودنا ووالدنا تنعيشوا معهم مزيان والعاود عزينا من أولادنا نكافحوا لهم ونخليوا أولادنا مخصوصون ونقلوا العاود بس جارن هذه السللة العاديدة هذه الجدودنا من حيثوش تريدون أن نزيدوا القدام تريدون أن نزيدوا القدام أعلمنا هالولادنا وبقى نسعى الله نعلموا هالولادنا نحن تابعا الأصول لجدودنا والولدين للولدين بأنه تنتبعوا ذلك التاريخ وكيف يشيرك بالإنسان يكون مضي يكون تبوس الرجل الخائل الرجل اليمنى وتحبه وتطلع تقول بسم الله وتتوكن الله تراث تاريخ وعلاقة مقدسة بين الفارس والفرس هنا تحس بأنك في رحلة عبر الزمن تعود بك إلى مغرب أصيل فيه كل فرض مرتبط بالفروسية فن ورياضة وتراث يتميز به المغرب ويتنوع من منطقة إلى أخرى وهذه المواسم هي الرفيعة التي توقيه حاضرا إلى اليوم في استمرار لإرثي الأجداد